مسلحون مجهولون يغتالون إمام أحد المساجد في عدن خبر لتكرار حدوثه في الشهور الأخيرة لم يعد يثير انتباه الكثيرين صار اعتيادا آخرهم الشيخ فائز فؤاد إمام وخطيب مسجد عبد الرحمن بن عوف في حي التقنية بمديرية المنصورة اغتيل الرجل أمام منزله في وضح النهار وسجلت الجريمة ضد مجهول برصاص مسلح أو بعبوة ناسفة قضى نحو عشرين إماما وخطيبا في اغتيالات ممنهجة منذ طرد ميليشيات الحوثي وصالح من عدن وإزاء الصمت الذي تقابل به هذه الجرائم صدر بيان لوزارة الأوقاف يدعو السلطات اليمنية إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له الخطباء وأئمة المساجد من اغتيالات متكررة في المدينة البيان أكد أن هذه الأعمال تهدف إلى إبقاء مدينة عدن مظلمة ومغيبة من وجود العلماء والدعاة المشهود لهم بالوسطية والاعتدال حرب مفتوحة ضد أئمة المساجد واستهداف ممنهج يطال دعاة ينتمون كما تقول المصادر لما يعرف بالتيار السلفي المعتدل وعلى خلاف الصمت الملتبس من قبل الهيئات الرسمية والمجتمعية والحقوقية تظل هذه الأحداث مصدرا لقلق سكان العاصمة المؤقتة يقول مراقبون إن تحول عدن إلى ساحة لتنفيذ أجندة مجهولة أربكت المشهد وحملت معها خلافات فكرية كانت أبرز أسباب هذه الجرائم اشتركوا في القناة